وجدت في أسواق والمارت في الولايات المتحدة هذه النوعية من المفروشات الصغيرة هذه ذكرتني بمنتج شابه في العراق في السنوات القديمة كانت تصنعه النساء في البيوت العراقية من نتاج باقي القماش عند تفصيل ملابس يبقى قطع صغيرة من القماش تبرم على شكل خيوط ثم تعمل فرش بهذا النوع تسمى باللهجة الجنوبية العراقية لا أعلم باقي مناطق العراق ولكن في الجنوب نسميها جودلية هذه الجودلية وتفرش يعني ما تفرش في مجالس الرجال في الجلسات الخارجية للضيوف الورباء ولكن فقط لجلسة داخل الدار يعني في الغرف وفي الصالة مثلا ويجلس عليها أهل الدار وضيوف المقربين من نفس العائلة يعني الكبيرة ولكن ليست للمجالس الخارجية وكما أسلفت تصنع تنسج من باقي القطع الملابس عند تفصيل ملابس جديدة القطع البسيطة وتبرم أو حتى ملابس مستعملة يعني تمزقة ما عاد تلبس فتبرم أيضا على شكل خيوط وتفعل في هذه الطريقة وهذه تسمى باللهجة كما أسلفت الجنوبية العراقية الجودلية ولا أعلم إن كانت موجودة في باقي مناطق العراق اكتبوا لي بالتعليقات هل توجد في بلدكم منتوج يشابه هذا الشيء وبصراحة هي كانت طريقة عملية يعني وكانت مفيدة وبعض النساء أيضا استفادت منها ماديا للعلم يعني البعض كانت تاجر بيها يعني بعض الأسر اللي ما تقدر تصنع مثلها فكانت تشتري من بعض النساء اللي تستخدمها للبيع خصوصا مثلا المساء اللي يشتغل الخياطة بالدار عدهم عمل خياطة فزود عدهم قطعة قماش كثيرة فبيعنها على الآخرين تحيات لكم اشتركوا في القناة